موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين مشاهدين قناة الصحة وجمال أفضل قناة طبية في الوطن العربي برنامج انت الطبيبة انت الطبيبة مش مجرد برنامج تسقيف صحي على قناة طبية انت الطبيبة درس خصوصي لك في تخصص النساء والتوليد معاك كل يوم 3-10 صباحا يشرح لك النساء والتوليد واحدة واحدة من الألف لليه عشان مش بس تبقي عارفة المعلومة لأ عيشاها وفهماها ودرسها بكل تفاصيلها محدش بعد كده يضحك عليك محدش يصدر لك معلومات خطيئة معانا في انت الطبيبة هتعرف كل حاجة وهنكنسل أو هنلغي كل المعلومات الخطيئة اللي عرفناها قبل كده ونعرف الصح بكل تفاصيله المرة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها بنشرح في الجهاز التناسولي للأنثة وبناخده بالتفاصيل وبناخد كل المعتقدات الخطيئة وكمان كل العادة الخطيئة زي ما قلنا في موضوع البزر أو الكليتورس اتكلمنا عن الختان أو التشويه للإناس ودي ايه العادة دي لسه مسيطرة على المجتمع برغم ان هي الجرامت وكمان اتكلمنا بعد كده عن العنف ضد المرأة في الحلقة بتاعت غشاء البقرة المرأة اللي فاتتكلمنا على قناة المهبل القناة العبقرية اللي بتقدر تتمدد وتتسع حتى في الولادة بتقدر توسع عشان تستقبل الجنين للخارج النهاردة موضوع جديد درس جديد هنتكلم عن الرحم الرحم برضو الجهاز أو العضو اللي موجود عند الانسة اللي سبحان الله مليء جدا بالعبقرية المرأة اللي فاتت وانا بكلم عن المهبل وغلط علاقة المهبل بالأعضاء الأمامية المجاورة كانت هي قناة مجرى البول والمسانة من فوق وغلنا ده شد انتباهنا الحاجة غريبة جدا أو قوية جدا نكون ناشوة دي مبنى منها ان عند السيدة أو عند الانسة الجهاز البولي انفصل تماما عن الجهاز التناسل ودي معلومة مش فعش تتفوت كده ليه؟ لأن عند الراجل لا عند الراجل قناة مجرى البول بتحمل البول وبتحمل الحيوانات المنوية للخارج تبدأ برضو معناه ايه؟ معناه ان في قانون التطور الروقية بتاع المخلوقات اتصنفت الست كأرقى مخلوق على وجه الأرض يعني أعظم وأرقى مخلوق ربنا خلا وده مش رأي ولا احنا بنقول كلام من دماغنا لا ده هو سبحان الله ده خلق ربنا كده ده الجسم الأنسى للإنسان فعلا فيه من العبقرية اللي بتثبت يوم بعد يوم ومرة بعد مرة انه هو فعلا تأرقى مخلوق على وجه الأرض مفيش جنسة أفضل من جنسة يعني للراجل أفضل من الست ولا الست أفضل من الراجل ربنا جعل لكل نوع مميزات فمش عايز ألاقي واحد يقول لي لأ انت بتقول كده بس عشان يعني من داعي ان انت بتتعامل مع السيدات فانت بتقول كده عشان تكسب الود وتعاطف لا أبدا 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 وخصوصا ان احنا بتعمل مع السيدات فاحنا أكتر ناس عارفة يعني ايه الألم ويعني ايه الوجه الست أكثر تحملا من الألم أكثر من الراجل ست جسمها فعلا أرقى من الراجل ليه؟ تخيل الجسم بتاع الأنسة ده بيقدر يتحور ويعمل أكوموديشن عشان يبقى جسم تاني تماما أثناء فترة الحمل هل الراجل عنده عزيم مقدرة؟ أو جسم بتاع الراجل عنده عزيم مقدرة؟ يعني انت لو وزنك ذات شوية بتحس ان انت خلاص مش عادر بتاخد نفسك بتقدرش تمشي انت متخيل بقى اني في الحمل الرحم اللي كان سبعة سانتي ده بيوصل تقريبا لحوالي حاجة وربعين سانتي أو خمسين سانتي شوف وزنه بيتضاعف كم مرة مش بس الرحم ولا جهاز يتنسولي في الحمل ده ده سبحان الله ده يعني القلب نفسه وظيفه بتتغير الرئة نفسها وظيفه بتتغير المكونات الدم بتختلف من الحمل لغير الحمل درجة اني في التحاليل الطبية منلاقي فيه ريفرانس مكتوب للحوامل في كل التحاليل يعني انزمات القلب اللي هي ممكن تشخص جلطة بتلاقيها عالية عادي في الحمل الأنيميا مثلا مساوى الأنيميا ليه ريفرانس في الحمل مختلف يعني مثلا لو اي انسة عرضنا 12 تحتها بأنيميا لأ الحوامل بناخده من 11 تقريبا كل حاجة الحمل ده بيخلي الانسة جسم تاني خالص انت جسمك في الحمل غير الجسم العادي بتاعك فدي سبحان الله عبقرية الجسم بيقدر يأكملات وبيقدر يتحور انه هو كل الأعضاء بتتغير الاستقبال البيبي في فترة الحمل والولاد فما تجيش بقى تقول لا مش أرقى مش أرقى لا هو جسم فعلا أرقى أرقى مخلوق ربنا خلقه على وجه الأرض هو أنسة الإنسان يا أخي ده الدرجة انه عايز اقولك الوظائف العقلي الست بتقدر تعمل كذا وظيفة عقلية في وقت واحد جباري انت متقدرش تعمل كده يعني مثلا تخيرها تشوف ست البيت العادي تصحى الصبح اتحضر الفطار تودي المدرسة تروح شغلها تجيب من المدرسة بتطبخ وتمسح وتخسر وتشوف كل مسئوليات البيت بتذاكر وتاخد ماجستير وتاخد دكتوراه وفي الآخر اليوم بتعطيك واجباتك الزوجين انت لو عملت حكتين بس من انا قلتهم دولة في اليوم انت ممكن تقعد اسبوع عيان في السري حكتين بس خل تعب كل ده في وقت واحد ويقدروا يعني سبحان الله تفرقوا علميا وعمليا مع كل الواجبات الزوجية او الواجبات المنزلية فعلا فسبحان الله يعني رغم انت رجل اقوى انت اقوى عضلات اقوى في الحكمة ممكن لكن الجسم جسم الانسة فعلا ارقى ارقى خلق ربنا خلقه على وجه الارض دي النقطة اللي كنت عايز تكلم فيها نبدأ بقى في موضوع الرحم الرحم عضه في العادي تقريبا طوله سبعة ونص سانتي عرضه خمسة سانتي سمكه حوالي اثنين سانتي ونص او تلاتة سانتي على حسبها انا في الطب عندنا ما عندناش يعني رقم ست كله بالرنج طيب الرحم ده موجود فين في العادي موجود في الحوت وبيرضل اول تلات شغور حاملة تقريبا موجود داخل الحوت ودي نقطة لازم اتكلم فيها بقى رسط العيل ساقت في الحوت الاجزوبة اللي احنا لازم نتكلم عندها تجيلك ناس بتهلع من عند بعض الاطباء خاصة من الطبيباء تقولك الدكتور قالتلي اني العيل ساقت في الحوت ولسه في الشهر التالي تعريبا او الشهر التالي من الحمل ولسه الرحم اصلا ما جبلش درج ما هو يخرج برا تجويف الحوت يا جماعة لو سمحتوا لو سمحتوا الرحم اصلا عضو من اعضاء الحوت موجود داخل الحوت حتى اول تلات شغور في الحمل ويبدأ بعد كده ينمو للخارج معنا اتصال يلا امو اسلام فضل يا امو اسلام يلا امو اسلام تمام اتحول تتصل بنا تاني امو اسلام نكام فمش عايز يعني معلومات تتصدق على طول ان فيه فيه هلع يعني احنا بنعمل هلع ساعات للمرضى عجل سقط عجل رجلية سقطة عجل مش عارف ايه وناس بتيجي تهلع وفيه ناس بتبكي بقى فيه ناس اصلا بتبقى متأخرة مثلا في الحمل خمس ست سنين ربنا كرمها او عجل جاي بحقن مجهاري وبعدين انت تيجي تقول له مثلا ده لا ده بص العيل ده نازل ساقط في الحض وانت محتاجة مش عارف راحة تسعة شهور تناميهم على ظهرك وايه ليه يعني ليه ليه بنصدر معلومات خطئة مش موجود ده الكلام ده في اي كتاب خالص قصة ساقط يعني لفظ ده اصلا طبية مش موجود ساقط في الحض يولا مساقط في الحض لو نعرض ده السور يا سيد محمد عشان نبدأ نتخيل قصة وضع الرحم الرحم ده المكان بتاعه موجود في تجويف الحض نبدأ بقى ناخد تكونات تكوناتها مجونا من جزئين جزء الاول بيسمى عنق الرحم زي ما شفنا المرة اللي فاتت وكان فيه جزء منه نازل في قناة المهبل لو تفتكروا وقلنا جزء اللي صاقط في قناة المهبل بيخلي المهبل الجزء الواسع من جوه مكون خلاص هو لما نزل كده جوه خل المهبل مكون من اربع جيوب من جوه وفينهم الجيب اللي هو البستير فورنيكس الجيبي الواسع اللي ورده وقلنا باستفادة التطبيقات العملية بتاعته ايه عنق الرحم ده وظيف كتير جد عنق الرحم اهم يعني اهم وظيفة من وظيفه هو الحفاظ على الحمل خلال تسعة شهور ازاي؟ هو عضلاته قليلة اول فلا يستجيب للانتباضات الرحمية المتكررة يعني الرحم ده مليان عضلات طول فترة الحمل غالبا بينقبط كل ما بيكبر بينقبط عنق الرحم ده عنق الرحم يعني حوالي تسعين في المية من تكوينه ومش عضلات انسجة ضمة وده بيخليك قوة جدا ولا يستجيب لأي مؤثرات قافل وقافل بشدة على ناخده المسعيد مسعيد مباني فضلي عيوة يا دكتور لو سمحت أنا على طول عند افتهابات من تحت يا دكتور وكشفت على بكشف يدوني دهانات وحاجاته برضو فيه افتهابات عملت تحليل قبل كده يا مسعيد لا معناك تشتحليل يعني بتاع عمهاتنا أجلنا احنا دلوقتي طب ليه أولا في عدد خطيئة يا مسعيد خدي بالك زي يقولنا المرة اللي فاتت ما تستخدميش لأشتفات مهبلية التنشيط ضروري المهبل بينظف نفسه بنفسه يعني سبحان الله ربنا خلق له وقايا منه ذاته كده عنده منع ذاتي بينظف نفسه بنفسه عنده درجة حمضية قوية مش أي مكروب يقدر يأمه فيه طب هو بيأمه ليه بتأمه ليه المكروبات في المكان ده لما إحنا بنتدخل بإدين الإنسان بيتدخل إنه هو يلعب في الخلق الرباني يعني بسردين من تشتفات مهبلية يعني تشطيف مثلا أو زيادة في الرطوبة ومن غير تنشيف كويس ثانيا بنراجع على المناعة بتاعتك إن كان أنيميا أو سكر أو فيه التهابات في مجرى البول كل دي عوامل لازم تتراجع كويس عشان تعرفي هو ليه الموضوع عندك مش بيتعالج لازم لو فيه عدد خاطئة تتبطل لازم التحاليل بتنراجع على مناعتك يعني تتراجع برضو وتتعمل قصة بقى لو عملنا كل ده والدنيا برضو يسر بتبقى بنبدأ ناخد السواب من الفجينة أو مسحة من المهبل ونبدأ نشوف إيه اللي طالع فيها هل هو فعلا ميكروب غريب لاستجيب للعلاج ولا لا دي قصة المساعد نرجع تاني قصة عنق الرحل عنق الرحم قافل على الطفل بصورة قوية جدا 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 يعني صعب جدا يفتح لأي مؤسرة يعني لو عادنا نكلم عن عنق الرحم وسبحان الله برضو العبقرية في خلقه هنتكلم حلقات وحلقات نطلع فوق بعد كده في جسم الرحم جسم الرحم هو الأوسع والأكبر وهو اللي بيتسع للجني معنا اتصال عبيل تفضلي ماليكم السلام كنت عايب تقرأ بصورة علي صوتك يا عبي كنت عايب تقرأ بصورة فقط اتفضلي كنت عايب في التعبط متاح تمام وماكنت بيحصل بصورة حمز تمام فتعبطت وكده وبقيت حامل في الشهر الأول تمام فكنت بسأل يعني لو لو الجماعي يعني بيبقى خطر في الوقت ده في أول شهر تمام ولا لا هجاوب عليك هجاوب عليك تمام طبعا هي أول جزء هي كانت بتربط الالتهابات بيتأخر الحمل وده مفهوم خاطئ لو الالتهابات هتأخر الحمل ما فيش حد في مصر هيحمل تأريد يعني كل أجل اللي احنا بنقولها الظلعة دي كلها بتشتكي من قصة الالتهابات المهبلية المتكررة بسبب العادات القطيئة اللي بنعملها ملاش علاقة بيتأخر الحمل الجزء الثاني من السؤال هل العلاقة الزوجية في فترة الحمل أو خصوصا أول ثلاث شهور مدرة الإجابة لا العلاقة الزوجية مش خطر ومش مدرة إلا لو فيه إجهاض منذر يعني إلا لو فيه أصلا عدم استقرار في الحمل زي نزول دم أو انقباضات متكررة أو وجعة شديد بنعتبر الإجهاض المنذر هنا الجماع الجماع فعلا خطر وبنقدر بازم نوقفه لغاية ما السبب أو المشكلة تزول عشان ما يزودش المشكلة ليه لأن تاني تاني السائل المنوي بيحتوي على مواد بتعمل وبتحدث انقباضات في الرحم فإحنا في حالة الإيجاد المنذر مش نقصين نزود الطينة بلا لكن في العادي إحنا مش خطر بنطلب منكم بس تقلله المعدل الخطر بس أو اللي يقل هو العلاقة اليومية دي اللي تقل لكن العادي لأ خلينا ماشيين في العادي بس نبدأ نعرض صغر أيوان أيوان القصة دي بقى قصة كبيرة جدا قصة الرحم المائل الخلف وتأتي هنا الأجذوبة الجديدة اللي هنكلم عليها الرحم أصلا الجسم بتاعه مائل بزاوية معينة على العنق فعمل كده هدي العنق الرحم أهو ودي جسمه مائل عليه حاجة اسمها EVF اللي هو المائل الأمان و ده يعني تعريبا موجود في 85% من الناس في بقى حاجة طبيعية تانية الرحم مائل الخلف جسم الرحم بدل ما يميل على العنق كده من الورد يعني ما جاش على المسانة كده رجع لها طب إيه بقى القصة دي القصة دي ده عادي يعني ده بنقول هناك 25% من الناس دولت حوالي 15% من الناس الرحم بتاعهم ماء العادي للخلف بدون أي مشكلة زي 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 واحدة غيضة وواحدة صمرة وواحدة طويلة وواحدة سيارة هل دي فيها عيب لا هل مثلا يعني القصيرة دي مثلا المريضة تروح تتعالج لا أبد نرى 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 يعني دي ناس طبيعية جدا بس المشكلة عندنا في موقين احنا وفي بعض الأطباء للأسف يشوفوا المنظر ده بس بس لا تشكيش من حاجة ولا حاجة وفي ساعة مثلا تشتكي من تأخر الحمل يروح يعمل مثلا الفحص بتاعه أو الموجات الصوتية بتاعته ويروح أين لها المفاجأة انت متأخرة في الحمل بسبب أن انت عندك راح ماء للخلف ببقى ده بتعليكش لا ده عليه عمليات معينة وحاجات صعبة ومناظير وانت هزي بتعمل عملي ده عشان تخلي تخيل بقى تخيل بقى كمية الصدمة اللي الست دي بتبقى فيها زعتها أنا عندي راح ماء للخلف ده ده انا شفت مرة للأسف يعني زجين انفصلوا بسبب القصة دي بسبب ها يعني كان فيه تأخر يعني حد من الأطباء قال لهم ان الراح ماء للخلف فطبعا بقى يعني المجتمع بتاعنا الجميل جدا مش بيزبرش على الست يعني ممكن الست تصبر على الرجل والعيلة لو فيها مثلا زكر فيه مشكلة ولا حاجة اه لا نصبر عليه ويتعلج ويروح ويكشف ويعمل لكن المشكلة لما بتبقى عندي الأنسة يعني افتراضا انهو حصل انفصلت في العيلة دي بسبب قصة الرحم مقلوبة يشاء العليم القضية انها تجيلي تقريبا بعد كم شهر من الزواجها التاني حامل من زوجها التاني متخيل بقى متخيل ان يعني بيت اتخرب بسبب معلومة خطئة زيدي ان الرحم الماء للخلف يسبب العقل مع ان 15% من الناس ماشيين كده براح الماء للخلف وتحمل وتولد وما بيحصل لاش اي مشاكل يا جماعة يا جماعة اي دي فكرة البرنامج ان احنا نقصر الحجرة نقصر المورسات الخاطئة نقصر الجهل اللي فعلا ممكن يضيع بنا ادمي يعني عيل ممكن يضيع ناس يعني عيلة او بيت نحل بسبب معلومة خاطئة صدرها طبيب او طبيبة لزوج او زوجة وسبحان الله يعني غالبا كان المشكلة عند الزوج اللي هو ما فكرش يقول له عمل تحليل يعني احنا ما اصلا في بداية اي فحص الزوجين بيطلبوا بيطلبوا الحمل او جايين ساعيا للخصوب او الخلفة احنا مفروض بنبدأ للذكر ليه عشان هو تحليله هو تحليل واحد سيمبل جدا بسيط جدا في عميله مش غالي في تمنه يعني ما فيهوش اي حاجة انفيزف ما فيهوش اي حاجة فقشكشكة ولا ولا خطر ولا حتى يعني سن ابرا يخش في تحليل بسيط جدا بيكتش خلص انت كويس كويس مش كويس احنا كده خلص عرفنا انت مش كويس هنشوف مشكلتك ايه عن طبيب الزكورة ونفحص برضه السيدة اللي معنا نتأكد ان هي ماشية كويس عشان حتى نبقى عارفين ان المشكلة هنا ما فيهوش مشاكل هنا تاني لكن الاسف هو زي ما قلنا في القصة دي هو اصلا ما فكرش يعمل تحليل للزوج هو دخل على طول على الزوج انا انت عندك كذا حب خلص فركش العيلة فركش وحصل لها تاني نقطة انك قلنا اتجاهات الرحم او اتجاهات جسم الرحم تاني نقطة هو طبقات الرحم او تكوينه لو ونبص كده الجوه هنلاقي دا الرحم اللي مرسون قدامنا في التجويف والتجويف ده مبطن ببطنة الرحم دي اول طبق ببطنة الرحم ودي حاجة هنكلم فيها بالتفصيل بعد كده عضلات الرحم ودي برضه حاجة سبحان الله ان رقع اللي بديوصل طول عضلة من 7 سنطي تقريبا لحاجة 50 سنطي على اخر الحام دي عجاز علمي عجاز رباني بيحصل وبعد كده طبقة البلطون المغلفة للرحم من بره للطبقة الملساء يهمني في بطنة الرحم ان احنا نعرف ان هو بطنة الرحم لازم تبقى موجودة في طلاق تجويف الرحم بس ولو اتواجدت في مكان تاني بتبقى مشكلة او ما يسمى بطنة الرحم المهاجرة بطنة الرحم المهاجرة موضوع كبير جدا انا هتكلم فيه في التفصيل اكيد في حلق الوحد او ممكن حلقتين تلاتة كمان بطنة الرحم ده ده قصة كبيرة جدا بس اللي يهمني ان بطنة الرحم لازم تبقى موجودة في تجويف الرحم ما تخرجش حتى جوه العضلات لو دخلت جوه العضلات في مرض اسمه تغدد رحمي لو بطنة الرحم جوه العضلات او لو الخارج في الحوض او اي مكان اسمه بطنة الرحم المواجه قصة الثانية في بطنة الرحم بطنة الرحم مش حاجة سبت مش حاجة سبت طول الشهر مش حاجة سبت طول الشهر بطنة الرحم متغيرة ومتقلبة طول الشهر يعني الله يمسيه بالخير استاذنا دكتور صلاح طاها كانت مسلا تروح له بتقرير صناع ودكتور صناع كاتب مسلا بطنة الرحم كذا 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 سميكة ففينا ناس كتير تقول لك لا الستة دي محتاجة عملية كحت وعين يقول لك يا العينة متصورة في أني يوم في الدورة تقول له في اليوم الفلاني يقول لك عيد التحليل بعد الفحص ده أو الصنار ده بعد الدورة على تقوله وشوفه ما تستعجلش في أي حاجة فعلا تعيد التحليل بعد ما الدورة جاية تنزل تلاقي البطانة اللي كانت 20 ملي دي بقيت 5 ملي سبحان الله ما هو ده الفيزيولوجي بتاع ربنا هي السنك بيبدأ يزيد 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 عشان تحسماً الاستقبال جديد ما فيش جديد بتنزل تاني بترحم على هيئة الدورة وهكذا أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة عشان معايا ليكم مفاجأة في فقرة طبيب وطبيب هنتكلم عن موضوع شائق جداً وهم جداً وبيهموك جداً وهو سرطان السدي ما له وما عليه من التخوفات اللي موجودة والمجهود اللي بيتعامل في الفحص المبكر أو كشف المبكر عليه ناخد فاصل ونستعمل بفتنة العزيزة ونبتدي مع بعض نتكلم واحدة واحدة في الموضوع المهم ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر